السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد سلامة من تركي كامبس وفيديو جديد وفيديو مهم جدا 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 للناس الطلبة اللي بتدرس في تركيا ازاي وانا معايا اقامة الطالب اخليها اذن عمل اول حاجة خليني اقولك على اي هو القانون القانون اللي رقمه 20 13 04 11 الفقرة التانية من القسم الرابع لعام 2013 القانون بيقول ايه يحق للطالب الاجنبي داخل تركيا سواء كان طالب في معهد سواء كان طالب سواء كان طالب ماجستير او دكتوراه اللي عمل بشكل رسمي وبازن عمل داخل تركيا طب ايه هي الشروط الرئيسية اللي انت مفروض تكون عارفها وانت بتقدم على ازن العمل اول حاجة مكونش سنك اقل من 18 سنة تاني حاجة بالنسبة لطلبة المعاهد وطلبة البكاليوس او الليسانس يكون عدة سنة على دراستك داخل تركيا ما ينفعش تشتغل في السنة الاولى لازم تشتغل من امتداء من السنة التانية بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه من حقك تشتغل من اول يوم ليك في الجامعة وطبعا اقامتك لازم يكون فيها ستة شهور او اكثر طيب انا دلوقتي حاليا لقيت شغل وعايز اقدم على ازن العمل هل ازن العمل بيلغي اقامة الطالب لا لا يلغيها نهائيا ولكن بعد ما يتم اصدار ازن العمل ليك اقامة الطالب ممكن من الممكن ان نجودش ادارة الساقة او ادارة الهجرة والاجانب ان هي ما توافقش على تجديد الاقامة الطالب لك لذلك دايما احرص ان انت تكون معك اقامة الطالب بتاعك لو انت لسانس او بكاليريوس تكون بالاربع سنين او بالخمس سنين او بالست سنين لو انت طالب في كلية الطب ولو ماجستير هتطلع لك بحوالي ثلاث سنين لو انت دكتوراه هتطلع لك بحوالي اربع سنين فبالتالي مش هتحتاج تجددها طوال الفترة دي وينفع تمشي باقامتين اتنين اللي هي اقامة الطالب واذن العمل الشيء التاني او الجزء التاني او المهمة في القانون هو ان طالب المعهد وطالب اللي سانس او بكاليريوس من حقهم يطلع لهم اذن عمل في حالة ان هما هيشتغلوا في شركة بدوام جزئي بار تايم ويكون مكتوب جوا العقد بتاعهم الجملة دي ان هو بيشتغل بدوام جزئي وفي نفس الوقت اربعة وعشرين ساعة في الاسبوع ما تنساش تخلي الشركة تكتب لك الجملة دي في العقد لان من غيرها اذن العمل هيترفض بالنسبة لطالب الماجستير وطالب الدكتوراه لا انت ينفع من حقك تشتغل فول تايم ودوام كامل من اول يوم لك في الدراسة زي ما اقولت ايه هي حقوقك بعد ما يطلع لك اذن العمل حقوقك اول حاجة انت تقدر تحصل على اي فيزا لاي دولة من داخل تركيا بسهولة الموضوع بيسهل اذن العمل بيسهل الحصول على الفيزا انت وانت معاك اقامة طالب برضو من حقك تاخد فيزا لاي دولة اوروبية او اي دولة عربية ولكن الموضوع اذن العمل زي ما قلت بيسهل تاني حاجة انت مرتبك بينزلك على البنك تالت حاجة انت بتعملك تأمين صحي حكومي اللي هو السجقة وده بيتيح لزوجتك واولادك ووالدك ووالدتك ان هما يدخلوا تحتيك في التأمين الصحي ويستفيدوا من جميع مميزات التأمين الصحي الحكومي داخل تركيا ببلاش طيب خليني اقولك كده على شوية استثناءات او زي ما قلت ريكس في موضوع اذن العمل للطلاب اول حاجة الشركة ما بتدفعش عليك فلوس زيادة عن العامل التركي بمعنى ان الشركة لو قلت لك لا والله انا بدفع عليك فلوس كتيرة فعشان كده مش هقدر تطلعك اذن العمل ده كلام منافي للواقع زي ما العامل التركي عنده بيدفع عليه ضرائب وبيدفع عليه تأمين صحي وتأمين اجتماعي زي ما بيدفع عليك بالظبط ما بيدفعش على تأمين للاجنبي او للعامل الاجنبي ما بيدفعش ولا مليم زيادة دي اول حاجة تاني حاجة ان انت لقدر الله تم رفض اذن العمل لك فاكيد بقى انت عملت حاجة غلط في الابليكيشن الحاجة الغلط زي ايه اول حاجة ان انت تكون كتبت معلومات غلط تاني حاجة ان انت ما تكونش اضافت الورانج بالجاسي بتاعتك داخل الابليكيشن والورانج بالجاسي مهمة جدا ان انت بتثبت لوزارة العمل ان انت فعلا طالب داخل تركيا ثالث حاجة ان انت تكون كتبت او مسمى وظيفي غير مطابق للدراسة اللي انت بتدرسها ما يفعش تكون مهندس وتروح تشتغل عامل ما يفعش تكون مدرس وتروح تشتغل دكتور ايا كان من ضمن الحالات الاستثنائية في موضوع اذن العمل مش من حقك ان انت تشتغل معيد في الجامعة الا لحامل الجنسية التركية فقط ولكن من حقك تشتغل معيد في الجامعة او بوزيشن ان انت تكون بروفيسور اسستنت او تكون او كوتمان او زي بيسموها مدرس ولكن ده بيعقد مع الجامعة دي الحالة الوحيدة اللي تتطلب منك انت تكون في عقد ما بينك وما بين الجامعة وطبقا للعقد ده بتطلع اقامة او اذن العمل بتاعك بيطلع من وزارة التعليم وليس من وزارة العمل بيطلع من وزارة التعليم وليس لذلك العمل في الجامعات الخاصة اسهل بكتير جدام من الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية دائما بتشترط او معظمها لو حد هيشتغل فيها اجنبي يشتغل فيها بعقد يكون حاصل على الدكتوراه او فيما فوق طبعا سواء كان استاذ دكتور او فوق لكن بالنسبة للجامعة الخاصة لا انت من حقك وانت طالب في الجامعة انت تشتغل في الجامعة خاصة من حقك حتى بعد ما تخرجين انت تشتغل معهم معيد في الجامعة كل ده زي ما قلتلك بعقد ما بينك وما بينهم طيب اخر حاجة كلمك فيها هو موضوع المرتبات وده دايما الحجة اللي دايما اللي بتستمت عليها الشركات ان هي ما تقدرش تقول للطالب اننا مش هقدر طالع لك اذن عمل اول حاجة ما تحولش اقامتك للطالب الى اقامة السيحية ما تعملش كده ابدا زي ما قلتلك انت من حقك تشتغل بإذن عمل وبشكل رسمي داخل تركيا تاني حاجة بالنسبة للموضوع المرتب لو انت هتشتغل في شركة اقل شيء هتاخده هو 2020 ليرة اللي هو الأطريق وجرات او الحد الادنى المرتبات داخل تركيا ده بيكلف الشركة كام او الشركة بتدفع كام فعليا 2550 ليرة فبالتالي انت هتاخد ليك انت 2020 ليرة والشركة هتدفع 2550 ليرة لان فيه طبعا بعض الناس تقول لك انه بدفع ضعف المرتب او ما يقارب نفس قيمة المرتب وده كلام منافي للواقع فيه تفصيلة كبيرة جدا لموضوع الضغايب والتأمينات اللي الشركة بتدفعها عنك لكن على سبيل المثال انت بتدفع 14% ضريب الدخل لالشركة بتدفع عليك 15% للسركاء بما يعادل كل المستقطاعات اللي بتتخذ منك بتكون حوالي 35% لو انت هتشتغل بالحد الادنى للأجوغ تاني حاجة ما تنساش ان انت كل مسامة وظيفي وليه حد ادنى للأجوغ ما ينفعش تبقى انت مهندس وتاخد الحد الادنى للأجوغ الا زي لو انا قلتلك ان انت هتشتغل بدوام جزئي لكن هتشتغل بدوام كامل ما ينفعش يديك الحد الادنى للأجوغ لان نسعتها او طلب اذن العمل بتاعك هيترفض الموضوع في تفاصيل كتيرة جدا ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات وما تنساش تكتب لنا على اليوتيوب حتى كمان تتواصل معنا لو انت عندك اي مشكلة هنقدر نساعدك فيها وباي معلومة وباي مساعدة احنا تحترقمك دايما ما تنساش تفعج على فيديوهات توكي كامبوس وتامل سبسكرايب للقناة ودايما نكون على ثقة ان انت هتلاقي المعلومة الصح دايما عندنا كان معاك احمد سلامة من توكي كامبوس سلام عليكم